قبل كل مباراة كبيرة في كرة القدم بنبلش نجتهد نحط سيناريوهات حيصير وحيصير وحيصير وممكن نحط 10.000 احتمال لكن اليوم بتأكد ومتأكد انه ولا واحد فينا حط الاحتمال الصح اخبار سلبية اصابات في سان جيرمان بكتينو مش عم بيلعب كويس زيت وخيل مش مسيطر على الفريق ومش عارف التوازن وان بابي مش رجل المباريات الكبيرة وهذا الفريق مش عارف تشكيلته لاخر يوم قبل اللقاء في المقابل برشلونة بينعب كويس بتألق نتائج جيدة في الدوري كل اشي بيحكي برشلونة مسيطر سان جيرمان مش مسيطر لكن لما جاء الواقع جاء مختلف تماما برشلونة عم بينهار في ملعبه وسان جيرمان عم بيخرج بانتصار حاسم بنسبة 99% تحياتي واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلبي اوروبا اللي بتجيكم مني انا محمد عوال بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقتنا حنحكي فيها كتير تفاصيل اشتركوا الان في قناة سيلفي سبورت الاكتر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى عشان نبلش حنقسم حلقة اليوم كأنها الزوايا بحيث تكتمل الصورة فيها كمباراة واحدة اليوم منشوف بتقديم عامل اللقاء انه مدربين ساوثامتون السابقين بوكتين وكومن واحد منهم بلش باربعة ثلاث تلات الهوبر شلونة بدون اي مفاجآت باستثنابكين وحسب كلام مساعده انه راهن على الخبرة ربما هذا الرهان ما كان هو يعني انا عارف الناس هتروح تمتقدوا لكن الفرق ما كان ابدا في بيكي اذا بقدر احكي الرهان مشى تمام رغم انه يعني يغير بيكي في النهاية وبالمقابل باريس سان جيرمان يبدأ باربعة ثلاثة واحد وبيحط كين على اليمين وبيخلي ايكاردي كمهاجم هذه الفكرة كانت واضحة لها اهداف جدا رغم انه كان عنده دراكسلر حضره في المباراة الاخيرة سرابيا موجود لكن الفكرة انه كين بدنيا قوي جدا كين حيلعب بالهوى فوق قلبة كين مستعد يضحي كثير رغم انه مهاجم بالاساس بس مستعد يرجع يدافع مستعد يضحي كثير بدون توقف والاهم من ذلك انه لو ايكاردي طلع مش بيهمه بحول كين مهاجم وبدخل جناح بدل ايكاردي يعني بدل ما يخسر تبديلين خلال اللقاء مهاجم وجناح بكفي تبديل واحد بيكونوا على شكل تبديلين بداية كان فيها مفاجأة من سان جيرمان مفاجأة من برشلونة ودائما بقول في المباريات الكبيرة في اوروبا تحديدا نصف المباراة استراتيجية دخولها لما برشلونة سحق سان جيرمان ستة واحد كثير مدربين كتبوا بسيارهم الذاتية وجهة نظرهم فيها وكثير اجمعوا انه المشكلة ما كانت في التسعين دقيقة ولا باخر عشر دقائق المشكلة كانت بأول عشر دقائق انه باريس دخل مهتز فشجع برشلونة عليه وهذه الشجاعة ظلت مستمرة لاخر لحظة لانه اللي بيبلش في عقل اللعيب اول الدقائق صعب يطلع بوكتينو يبدو انه من الناس اللي درسوا هذا الموضوع دخل اول خمس دقائق مسك الكرة ستة وسبعين بالمئين بادر رجع برشلونة لورا واجبر برشلونة يرجع لورا في البداية هددوا اول تزديده كانت له كل ذلك كان رسالة معنوية احنا مش خايفين مش جايل لانه غايب نيمار وغيره احنا غايبين لأ جايل نلعب وما انه مشكلة بالستة واحد القديمة هذا الشي في الماضي هذه الدقائق الاولى ظلت راسخة في سان جيرمن صح اتأخر بالنتيجة وكان دمب ليحسم اللقاء لكن دائما باريس سان جيرمن كان قادر عم بيرجع ببادر لانه في عقل اللعبين احنا سيطرنا اول اللقاء من قدر نرجع نسيطر في المقابل كانت استراتيجية دخول اللقاء عند كومن مترددة فيها نوع من الخوف فيها نوع من العالم الثقة فيها نوع من التعقيد المبالغ فيه بالتراجع وهذا ايضا اثر على بين برشلونة انه احنا لازم مشان نفوز على سان جيرمن انكون مش برشلونة انكون مش الفريق اللي مالك الكرة وهذا ابدا ما بيصلح بفريق في ليونيل ميسي الروح على جزء الاخر اللي هو معركة الوسط معركة الوسط كانت واضحة اليوم يعني بدهاش واحد يتفلسف فيها كتير انه محسومة لسان جيرمن بس فاجأني سان جيرمن في البداية بانه عمل ادوار رقابة فردية بتنعملش في مباراة كبيرة لهاي الدرجة وفاجأون لعيمة باريس سان جيرمن بانضباطهم المطلق يعني انت بتشوف فيراتي عم براقب بوسكتش واحد لا واحد لما يجي برشلونة يصعد بالكرة دايما معاه دايما ضغطه دايما بده منه الكرة ولما فيراتي يتراجع تلقى ايكارديا عم بيضغط على بوسكتش الهدف واضح الماسترو تاع الفريق برشلونة بوسكتش هو اللي بتحكم بالريتم بتحكم باتجاه تمريرات اللعب طلعوا من المباراة برشلونة اصبح بدون المحرك تبعه تاع السرعة في خط الوسط اخرجوا منها بالمقابل كنا مشوف ادريسة عم بيضرط على بدري بدري رغم انه كان لما توصل الكرة يكون خطير ويمرر وحاول لكن كان فيه دراسة مهمة جدا هذا اضعافهم بدنيا حنودي لهم اجوانة بدنيا هذا اقلهم خبرة حنودي لهم واحد بخين نسميه بتنمر رياضيا بشكل قانوني على اللاعبين لما يكونوا خايفين منه وايضا هو اقل واحد زوايا تمرير لانه الجناح يسار في برشلونة ما فيه وقلبه كان عم بيصعد بشكل بطيء ضغطوا بدري كثير شككوا بنفسه كان عم بيحاول يخلص من الكرة في كثير مواقف اذا مريسان جيرمان حضر كويس لمعركة الوسط كان مستعد يضغط بشكل واضح كان مستعد يضحي كل هذا كان عكسه في برشلونة خط الوسط غرقه بلا التضحي كثير وبنفس الواقع انا فكرت انه عدم الضغط الكثير على عين بتوسط باريسان جيرمان في شرط الاول للاقتصاد البدني لكن لا طلعت حال اليوم وشفنا الهدف الثاني عم بيجي اثنين عم بيضغطوا على اللاعب عم بيسمحولي وطلع كرة بكل سهولة وعم بيفلد فلورنزي وعم بيصنع الهدف الثاني اللي كان فعلا الضربة المعنوية القاسمة لبرشلونة وفي كل مباراة فيه نقطة تحول واعتقد نقطة تحول اليوم الاولى كانت تنسى اللاعب الاخر وتبلش تفكر بس بالكرة المدافع لازم يفكر بالكرة اكثر بس ما يركض ويفكر العالم حيطان لانه هو ضربه برجله وحسب الصور فهذه بركة للجسعة هذه نقطة التحول الاولى اللي راحت فيها المباراة لبرشلونة صارت بايدك اجت فرس الدمبلي سجل كانت انتهت المباراة بشكل مختلف ما سجل انتهت المباراة زي ما شفناها لانه على المستوى الفني على المستوى التقني على المستوى التكتيكي البدني بريسان جيروان كان متفوق بس خرج من اللقاء خمس دقائق لانه اسوأ شي صير تكون انت افضل تتلقى هدف مين مكان المدرب مين مكان الفريق الجاهز دائما حتفلت منه الامور خمس دقائق لانه الشعور بالظلم دائما بيخليك تعصب شوي بيخليك تفقد تركيزك شوي وهذا اللي حصل لكن برشلونة ما استفاد من هذا الشيء وفعليا برشلونة اخرج نفسه بنفسه بهذه الفرصة الفرصة الضائعة ارجعوا لأكثر بالفيديو دائما بيقول عدو برشلونة الحقيقي الفرصة الضائعة واليوم الفرصة الضائعة كانت صاحقة لبرشلونة مش عدوه بس ننتقل لما بحث آخر ننتقل لما سألت العيوب الدفاعية شوفوا دمبلي بأكثر من لقطة الشيطة الأول كانت أوضح بكثير لما كانوا مبركزين كثير على جهتهم دائما دمبلي عم بيوصل متأخر دائما حدد ضغطه بطيئة على كورزاوة كورزاوة فلت منه أكثر من مرة قبل ما يكون صانع هدف التعادل عم بفلت منه دائما هو عم بيوصل متأخر وأيضا دائما عم بيترك إمبابي وكورزاوة عدس لوحدهم أودست بده اتنين معاه عشان يوقفوا إمبابي لحاله فتركوه هو أمام اتنين طبيعي جدا يستنزف طبيعي جدا يظهر بمظهر المرتب كل خايف بلقاء اليوم بعد أكمل لقطة نفس المشكلة شوفوا الهدف الثاني مين اللي كان ماسك فلورنزي غريزمان غريزمان هو اللي مطالب يرجع مع فلورنزي فلورنزي كان يتقدم ويسحب غريزمان معه برا أولا طلع غريزمان هجوميا تماما واستنزفه يعني أنت لما تكون الدافع وترجع تهجم لعن ما توصل لياقتك وقدرتك وتركيزك ورغبتك بالإبداع حتقل أنك رايح جاي بشكل مبالغ فيه أقرب للاعب بوكس تو بوكس يعني دعب اليوم مش مهاجم لما تطلب من جريزمان يراقب فلورنزي فلت منه مرة سجل لأنه بهاي الزمن أنت مهاجم بالنهاية يعني توزيع أدوار الرقابة كان سيء 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 من برشلونة كان سيء للغاية صراحة المين كومان يعني أنا مش مستوعب أنه ينطلب أنه يصعدوا هدولة دائما مع الأظهرة بهذا الشكل المبالغ فيه ولعبت الوسط التلاتي عندك مش عم بيدعمه أبدا دست مش عم بيدعمه أبدا آلبة فصار هذه المواقف يرغب ما كان مضطر يفكر بشكل آخر لأنه أنت بسي ما بيدافع بسي ما بيدافع ما بتقدر تستخدم هذا الاسلوب تماما اللي عملته يعني الواحد بيسأل نفسه شو لو بلج بشكل مختلف شو لو فكر بشي تاني شو لو فكر بأربعة ثلاثة اثنين واحد شو لو فكر بأنه بدري يكون موجود ومعه بيانيتش ومعه بوسكتش ومعه ديونج مدام هو ناوي يستقبل اللعب مدام ناوي تستقبل اللعب مية في المية اللي بدي راقب جهة إمبابي مش الجناح لأنه الجناح هيجي متأخر وإمبابي بسرعته دائما الجناح هيجي متأخر فبالتالي كان روبما لازم محور إضافي في اللقاء ما فكر في ذلك كومن دفع الثمن لأنه سان جرمان دخل متحضر ودخل أشجع وشوفنا مشكلة عكسية جدا في برشلونة في راية معظم الأحيان بيستلم لوحده مرتاح بريدس بيستلم مرتاح عم بتحكموا بزوايا التمرير وعم بتحكموا أيضا بالردم اللقاء كانوا مرتاحين كثير برشلونة كثلاثة وسط اليوم سلم اللقاء دفاعيا مع ثلاثة هجوب ما ضحة كثير كانت طبيعي يفوز سان جرمان بالنهاية طبعا مش أربعة واحد خلونا ننتقل لراحية الأفراد إمبابي كان في كلام كثير عنه إنه والله الشاب هذا مش شاب مباريات كبير وكذا ونسي الناس مباراته مع الأجنتين في كاس العالم 2018 ونسي إنه كان جزء أساسي من الكبوس في كاس العالم اليوم رد على الجميع أثبت إنه قدرته كلاعب فردي خارقة قدرته بالحسم شيء مش طبيعي يعني بلا نقاش إمبابي هو خليفة ميسي ورونالدو كلعب كرة قدم هذا يعني واضح واضح من السنوات أيضا شيء آخر انطباطه اللعب كان عم بيرجع أكثر من ديمبلي بعض الأحيان اللعب عم بيضغط أحسن من ديمبلي بعض الأحيان ونحن بنعرف فرق القيم وفرق الأهمية وفرق النجومية ورغم ذلك كان بده يفوز كان بديره صلع بهذا اللقاء بانتصار صاحق وهذا اللي عمله إمبابي انتصار مهم جدا لأيه بالمقابل ما بقدر أحكي إنه ميسي ما عمل شيء في هذا اللقاء لا عمل ميسي حط غريزبن أمام المرمى وحط ديمبلي أمام المرمى وما سجله نعم ما قدم أحسن مبارياته لكن وضع لمسات تخيرت المباراة بواحدة سببت بركلة الجزاء واثنتين كانوا إمكانه يعني الرجل كان يعمل ثلاثة أسست اليوم لو اللاعبين استغلوا الفرص ما بقدر كتير أجي يقول لا غاب وما غاب لا فيها ظلم وفيها نوع من يعني أنك بتحبه وما بتحبه صراحتا في المقابل شوفنا فيراتي عم بيقدم مباراة خطوة 10 من 10 دفاعيا إغلاق زواية تمرير رهيب ضغط فردي مش طبيعي بالواحد اللي واحد شفتوه بأكمل اللقطة ما شاء الله عليه يعني ولما يمسك الكرة لعب آخر لعب في منطقته يصعد بالكرة بسهولة دائما عارف وين يمرر دائما عارف وين يمرر بطريقة فريقه يصعد بسهولة وأيضا في المنطقات الثلث الأخير لمسته مبدعة جدا بيراتي صراحة أحسن مباراة أنا شفتو إياها برجع أحكي بخصوص التفاصيل شوفه ماركين يوسف بعض المواقب في شوط الأول أمبر شونا صار يحاول يضغط كان عم بعمل زيادة عردي بخط الوسط هو لعب وسط بتأخر سابق بكل تفصيلي بكتينو استعد لهي المباراة ومعطي لعيبته أوامر بحركة حركة فعليا يعني انتصار مدرب اليوم انتصار مدرب آمن بفريقه لعب بادر وانتصار مدرب ما آمن بفريقه وخاف ولما خاف تسرب هذا الخوف للاعبي ولما يتسرب الخوف للاعبين بصير اللي شفناه ولما يتسرب الخوف أيضا بصير جو بصير توتر بصير مدرب بشوف فريقه عن بطلع أو بتأخر في التبديلات لأخر ربع ساعة تحاول يرجع بالنتيجة مع انه نتيجة واحد واحد بتستوجب منه تبديلات للعلم لانه هيك معناها طالع أيضا اتأخر اليوم كان واضح انه خلص يعني بدري بوسكتش لازم يطلعوا في اللقاء كان واضح لما ضغطوك كثير مش عارف تسعد بالكورة بشوت الأول ربما فكرة ديونج اللي جربتها عشر مرات قلب دفاع كان لازم تجربت بين الشوتين وتغامر بعد رحين بحتاج تاخد قرار مجنون عشان تنجح يعني وعشان تفلت من الضبط لكن خليل نحكي كومن كان متردد بوكتينو كان مقبل أكثر وكما قالوا يعني الحياة والنجاح بيحبوا الشجعان بنوصل هنا نهاية حلقة سيل في أوروبا كنت معكم أنا محمد عواد موجود في سبوك تويتر انستغرام وضروري جدا انتبعوا مع قناة سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم